صدور تقرير غاية في الأهمية تقرير غاية في الأهمية التقرير صادر بعنوان خلق الأسواق في مصر خلق الأسواق في مصر دراسة تشخيصية للقطاع الخاص تحقيق الإمكانات الكاملة لقطاع خاص منتج ده تقرير أصدره الورلد بنك جروب مجموعة البنك الدولي في ديسمبر اللي احنا فيه 20-20 بتكلم فيه عن الاقتصاد المصري على الإصلاحات الهيكلية اللي انا بتكلم فيها بقى لي فترة عن الإصلاحات الجزئية اللي بتكلم فيها بقى لي فترة عن الأرقام والمخرجات اللي تمت سواء في معدلات البطالة وغير وغير ده التقرير أهو قدام حضرتكم ده غلاف التقرير ده غلاف التقرير ده كم صفحة تقريبا حوالي 119 صفحة يعني هذا التقرير قدام حضراتكم اهو ده التقرير 119 صفحة ده مترجم باللغة العربية اهو يعني من اول صفحة لغاية هنا لكن انا خليه بس اقول لحضراتكم انا لفت نظري في هذا التقرير صورة الغلاف اهو صورة الغلاف دي الصورة اللي على الغلاف دي لو سمحت اوليدي اريد توضحها بس شوية معايا لانه الصورة دي عبارة عن خريطة مصر خريطة مصر وخريطة مصر بالبنك الدولي شايفها ايه شايف كتلة او كتل بشرية في مساحة مصر الجغرافية بالكامل زي ما حضراتكم شايفين يعني الملمح الاول زي ما موجود في الصورة قدام حضراتكم كتل بشرية معناها معناها الكثافة السكانية او الزر السكانية التي تلتهم كل شيء الصورة معبرة صورة معبرة بحق يعني البنك ده ده تقرير مش مصري تقرير صدر عن البنك الدولي بيقول فيه انه خلق الاسواق في مصر بيكلم عن وضع الاقتصاد في مصر كله بقوله خلق الاسواق في مصر تحقيق الامكانات الكاملة لاقطاع خاص منتج ده التقرير بني ده اعنا بقراه يعني اعمال يعني اقرأ فيه بدقة وتعبت جدا في راية جزء كبر منه لكن لسه ما كملتوش وانا مش هقدر اقولكو لما اراه كاملا لكنه المختصر المفيد انجاز ان انا اقولكو مختصر بتكلم عن وضع الاقتصاد المصر دلوقتي تطورات الاقتصاد الكلي قصة نجاح بالزبط جدا هو قصة نجاح في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي ده البنك الدولي بيقول في الكتاب اللي انطلعه قصة نجاح في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وبيقول المشهد العام للقطاع الخاص بيقول كلمة مهمة جدا لازم الناس انتابه لها وبيدوقوا من غير العصبية بيقول قصة نجاح في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي استجابة استجابة متواضعة من القطاع الخاص بس خليني اقف عندها لاحظة استجابة متواضعة من القطاع الخاص يعني بيقول في قصة نجاح كبيرة جدا للدولة لكن القطاع الخاص استجابته او درجة استجابته لهذه الدعوة كانت اقل استجابة متواضعة من القطاع الخاص انا فاكر كويس وحضراتكو بفكر أن سيادة الرئيس أكثر من مرة ينادي القطاع الخاص تعالوا اشتغلوا تعالوا شركوا تعالوا شاركونوا تعالوا ديروا تعالوا خدوا أسهم تفضلوا يلا في سينة قال تعالوا اشتغلوا في المشروعات الموجودة القومية تعالوا اشتغلوا في المشروعات الاقتصادية حتى اللي قام بها الجيش تعالوا خدوها دعوات متتالية والله لا جمعها يا إبراهيم لا سمحت جمعوا لي كل دعوات السيد الرئيس للقطاع الخاص منذ توليه المسئولية وحتى الآن كل القطاع الخاص كل مش دلوقتي طبعا لا مش دلوقتي كل الدعوات أنا أفاكر عشرات الدعوات حضرتوا كل هذه الدعوات يلا قطاع يا خاص يلا تعالوا انتوا شركاء انتوا الأساس انتوا انتوا رأس مال والاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية تعالوا هلموا يلا سارعوا البنك الدولي بيقول استجابة متواضعة من القطاع الخاص الدولة نادت الدولة قامت ببنية تحتية الدولة قامت بإصلاحات هيكالية تحملت الدولة على كاهلها الكثير ودعت القطاع الخاص في مصر